في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتاة أريد الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتاة بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم روح الحياة حديثنا اليوم عن الذوق النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم والذوق هل كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يهتم بالذوق نعم الذوق هو كمال في شخصية الإنسان وأيضا يدل على نبل ورقيف السلوك ولياقة في التعامل وأناقة في التواصل ولا يفطن لها إلا أصحاب الذائق المرهفة الحساسة والنفوس الشفافة والذوق يقل واللياقة الذوقية تقل عند أهل الجفاء وغلاظ الطباع وفاسدي الطبيعة والعياذ بالله ومن هنا أردت أن أتكلع معنى الذوق لأن حياة الناس إذا يعني عدمت من الذوق أصبحت قاسية وأصبحت فيها نوع من الجفاء ونوع من العداء والاحتدام والصدام حتى الصدام المعنوي والصدام اللفظي لأن أول الصدام بالحقيقي هو يبدأ من الألفاظ ولذلك أردت أن أصلت الضوء على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الذوق ومرعاة شعور الآخرين وكيف عليه الصلاة والسلام نجد أدبا يعني راقيا وتألقا عاجبا وتربية لأمته في كمالات مبهرة من الأداب والسلوك فكان عليه الصلاة والسلام كان ذوقه متكاملا في شخصيته وفي سلوكه وفي تعامله صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك من خلال قراءة هدية تجد الذوق في الحفاوة بالنظافة الاهتمام بالنظافة كان طيبا نظيفا نقيا في جسده وملبسه وهيئته وكان حتى عند نعمل الأناقة يعني لا يلبس بعبثية ولا يبالي لا يعرف الثوب المرقع أو الألوان المزعجة التي هي توتر الإنسان كان بالعكس كان يهتم بالأناقة في اللباس حتى أن تكون عليه الحلة عليه الصلاة والسلام أجمل ما تكون على لابس يقول البراء بن عازب رضي الله عنه رأيته صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فما رأيت أجمل منه فيها صلى الله عليه وسلم ومن ذوقه في اللباس أيضا اعتنائه بلباس المجامع العامة يعني في الجمعة في الأعياد في المناسبات في لقاء الوفود في المجامع العامة تجد أصحاب الذائق المرهفة والذي عنده حساسية وشفافية يهتم بمراعات الآخرين فيلبس ما يليق ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يليق بالحفاوة بهذه الاجتماعات لأنه لما تلبس ما يليق بالحفاوة بهذه الاجتماعات وبإكرام من يأتيه هو نوع من التقدير لمن تلتقي به ولذلك لما رأى عمر الخطاب رضي الله عنه حلة ثمينة في السوق أخذها فأتى بها للنبي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها للعيد وللوفود لاحظ المجامع العامة المناسبات دائما له عليه الصلاة والسلام لباس خاص فعمر أدرك هذا الذوق في النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى الحلة جاء فقال يا رسول الله اشتريها تلبسها للعيد وللوفود ولماذا قال له ذلك لأن رأى عمر رضي الله عنه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بلباسه في المجامع ولقاء القادمين إليه عليه الصلاة والسلام طبعا في العناية باللباس الجميل في هذه المجامع هو دلالة على ماذا؟ دلالة على إكرام للجمع وإظهار للاحتفاء بهم وكان أيضا من ذوقه عليه الصلاة والسلام أنه يعتني بالرائحة الزكية الطيبة لذلك كان يحب الطيب ويتعاهد جسده الطيب بالطيب فكان يعني إذا مد يده الكريمة تضوع الطيبا يلسق الطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فالذي يصافح النبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر كأنما أخرج يده من جؤنة عطار جؤنة عطار كما قال أنس لما تصافح النبي كأن يده أخرجت من جؤنة عطار هي السلة الصغيرة التي يحفظ فيها الطيب بل كان إذا أقبل من طريق سبقته رائحة طيبة عليه الصلاة والسلام يعرق منه وإذا مضى من طريق وجد الذي يسلك الطريق أثر عبق طيبه في طريقه إذا معناه التطيب هذا كان من السنة يهتم بلباسه يهتم بطيبه قال أنس رضي الله عنه ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الإنسان في المجامعة العامة في اللقاء بالناس لما يطعم البيت يهتم بهذه الجوانب يتطيغتها ويتطيب ويجلس مع الناس برائحة طيبة مش ما يعدلش يقدر الناس يقدروا منزعجين مننا ولما يجي للمسجد يأخذ الرائحة الطيبة والحمد لله الطيب اليوم رخيص أنت ويجهدك أنت وفي لساتك في من عشر خمستاش عشر دي رأي سيدي للمجامع العامة للصلاة للمساجد إلى آخره حتى تكون جزء من شخصيتك بل أكثر من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كانت له عناية برائحة فمه الطيب يعني شوف بالله عليك الذوق هذا والتعليم فكان إذا دخل بيته بدأ بالسوك لماذا لأن الداخل على بيته سيدن من زوجته ولا ويعني ويقبل فيطيب فمه عند اللقاء يصافع زوجته ويضمها يقبلها كان من هدي عليه الصلاة والسلام فهل ثمة رهافة في الذوق أشف من ذلك أبدا بل كان إذا استيقظ من نومه بدأ بالسوك يعني أول ما يستيقظ يفتعون يقال السوك بجنبه يزيل ما عسى أن يكون أصاب أصاب الفم من تغير بسبب النوم أنتم عارفين واحد دم يرجع تتغير رائحة فمه رائحة فمه تتغير فكان أول ما يبدأ أول ما يستيقظ يستاك وكذلك يعني كان يتجنب أكل الأطعمة لهي شديدة الرائحة الكريهة كالبصل والثوم فقد قدم إليه طبق فيه يعني عليه الصلاة والسلام قدم إليه طلب فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول طيب بقوليات وقالوا لها فيها وفيها فيها فقال قربوها ومن ضمن ذكروا أن فيها ثوم أو بصل فقربوها فعليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه أنه كريه أن يأكل منها فقال لهم قال لأحد أصحاب كل فإني أناجي من لا تناجي لهو يناجي جبريل عليه السلام فكان يتجنب الرائحة الكريهة لمناجاته جبريل وحتى لا تتأذى منه الملائكة وهذه رسالة للمدخنين الذين يعني ليس بصل على الأقل ها تقول فيه فائدة ولا ثوم دخان كريه مزعج تلقى على أسناني وعلى مصفر سنونهم ووجوههم وراحة يعني أفوامهم ومنظرهم يعني وبعدين ما يشعرش المدخب بهذه الرائحة الكريهة ما بالك لما يجي صلي في المسجد وتقد رائحة الدخان على ثيابه هذا كل منافي للذوق أيضا لما تتبع للسيرة أو حياة النبي تجد أنه من ذوقه أنه يختار أحسن القول يعني ينتقي في الكلام انتقاءا طيب الكلام كان عليه الصلاة والسلام طيب الكلام في حديثه ولذلك لا نجد فيما روي لنا من حديثه الكثير الطيب لا نجد لفظة نابية أو كلمة فعشة فما كان فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم أبدا لا يقول فحش الكلام كما في بعض الناس اليوم حتى محسوب على أنه طالب علم وأنه شيخ شوفك في سب في مخالفه بأشنع وأكذع وأردل ألفاظ الدل على السوقية ودل على قلة التربية وقلة الذوق وأنه أبعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من ذوقي أنه يختار الكلمة الطيبة الرقيقة اللطيفة الأنيقة ولا يخجل في قولها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقول للناس حسن بل كان يتحاشى التصريح بكلمات المحرجة يعني إنما كان يكني عنها ويلمح إليها إلماحا حتى لما يأتي سؤال في نوع من الصراحة يجيب نوع من التلميح واللبيب من الإشارة يفهم جاءت المرأة تسأله عن الحيث كيف تختسل منه إذا طهرت جاءت تسأل النبي وهذا بما لا يستحى منه فقال لها عليه الصلاة والسلام موضوع خاص بالنساء بس هو يجب نحن من مقام النبوة يجيب فسألته بكل صراحة فقال لها عليه الصلاة والسلام تأخذ إحدى كنا ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ منه شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة الفرصة هي قطعة من صوف أو قطن أو خرقة والممسكة يعني المطيبة بالمسك فتتطهر بها بعدما تقتسل كذا ثم تأخذ فرصة قطعة وتتلجن بها على الموضع خروج الدم فقال عليه الصلاة والسلام تأخذ فرصة ممسكة مطيبة بالمسك فقالت المرأة لما قال النبي خوذي فرصة ممسكة فتتطهر بها قالت المرأة بصراحة وكيف أتطهر بها يا رسول الله قال تطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهر بها يعني واضح موضوع واضح يعني النبي خجل ما بشي صرح من دوقه يعني كيف تطهر بها قال له خوذي قطعه واضح كنا قالت عائشة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استحيا فأعرض بوجهي فأعرض بوجهك سبحان الله تطهري أعرض بوجهي فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي وقلت لها تتبعي أثر الدم فانظر إلى لطافة التعبير عما يحرج المرأة أن تذكره وكيف كان يعرض بوجهه حياء عند هذا الحديث ومثل هذه المواضيع دائما يكون في ذوق أن الإنسان من الإشارة من الإشارة يعني يفهم ما فيش داعي للتصريح كما هو اليوم انكسر الذوق وكثر قلة الحياة والبجاحة والقلة الدين وقلة الأخلاق ولذلك من ذوقه عليه الصلاة والسلام اختيارا للألفاظ بل إنه عليه الصلاة والسلام يعني كان من ذوقه يختار الكلمات الجميلة الرائعة يصف بها أصحابه يعني كان يقول لأصحابه ما فيهم يمدحهم بما فيهم ويذكر مناقبهم وهذا الحقيقة خلق نحتاج إليه في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام كيف لما تشوف إنسان في حاجة كويسة قول في حاجة كويسة قوله لا حتى في وجهك ما تقول لاش بالله أنا ما بيش نشكرك في وجهك أنت ما تشكراش أنت ترفع من معلوياته وتشكره يعني من باب ذكر المحاسن اللي تكون عنده دافعية وقوة وطاقة لانطلاق لأن الإنسان يحب أن يمدح الإنسان يحب أن يمدح فهنا سبحان الله يعني عليه الصلاة والسلام كان يذكر الناس بما فيهم كما في حديث جرير من عبد الله البجلي رضي الله عنه حديث غريب سبحان الله قال قال جرير عبد الله البجلي قال دخلت المسجد فالتفت إلي الناس فالتفت إلي الناس فقال جرير لرجل بجانبه هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو خشف إذا الناس شوفوا فيه معناه كان النبي يدوي عليه فلما جلس جرير قال لصاحبة هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي علي قال نعم قال جرير ماذا قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب انتبه يدخل عليكم من هذا الباب من خير ذي يمن رجل من خير ذي يمن لأنه جرير بن عبد الله البجلي من جريرة من بجيرة من بجيرة من يمن يدخل عليكم رجل من هذا الباب من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك شوف بالله الألفاظ كيف مسحة ملك يعني بها شمال يعني يعني اختيارا للألفاظ هذا يحمله على هذا الوصف الرائع وكيف كانت بالله عليكم مشاعر جرير بن عبد الله وهو ينقل إليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم بل عندما قدم عكرمة بن أبي جهل وعطاه النبي الأمان وعطاه عن طريق زوجي أمي حكيم بعد هروبه من البحر رجع تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام ووثب إليه وقال مرحبا بالراكب المهاجر مرحبا بالراكب المهاجر يعني أنظر إلى هذا الذوق في هذه الكلمات التي تصف عكرمة بن أبي جهل وهو كان هاربا سماه مهاجرا كلمات احتفاء وترحيب لا عتب فيها ولا لوم بل عند خروجه من مكة عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء في السنة السابعة طبعا عمرة القضية وعمرة القضاء هذا بعد سلح الحديبية اللي اتفقوا أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة القادمة فجاء في عمرة القضاء أو القضية اللي هي الحكم الذي تحاكموا إليه بعدما أتم عمرته انظر له الموقف العظيم في الذوق عليه الصلاة والسلام أنا الذوق من الدين رأى أغلب الناس مهتمين بالشعائر الظاهرة يحسبوا الذوق ليس علاقة بالدين يحسبوا الجفاء والغلظة وشدة الطبع دليل على كمال الشخص خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك انظر الموقف لما خرج من مكة تبعته ابنة عمه حمزة كانت تنادي يا عم يا عم ابنة عمه حمزة كانت في مكة حمزة فتناولها فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حمزة احمليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر كل واحد يأخذها عندها فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي طيب يعني خالتها زوجتي وهي ابنة عمي أيضا طيب قال زيد ابنة أخي طيب فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها يعني عن جعفر قضى لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم ثم قال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي طيب وقال لزيد أنت أخونا ومولانا انظر هذا الذوق الجميل في توزيع هذه الأوصاف الكريمة على كل واحد منهم بحيث نال كل واحد منهم وسامة شرف ووصفة كريم وانظر كيف مراعاة حتى الكلمات لم يقل هي لجعفر أو قال مثلا هي لعلي أو قال هي لزيد قال لخالتها يعني طلح ممثلة سبعان الله الذوق هذا كل ذوق مراعاة مشاعرهم ثم أعطى كل واحد منهم وساما هي لخالتها ما ذكرش الحد لا جعفر وكذا ثم أعطى كل واحد منهم هذا الوسام النبي هذا كل مراعاة الذوق بل أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي في الألفاظ ويغير الأسماء القبيحة الأسماء القبيحة يغيرها إلى أسماء جميلة غير أسم امرأة كانت تسمى عاصية مسبكي قالت عاصية رسول الله طيب مدام عاصية معنى يعني توقع غيرها توقع غيرها اسم دين بتاع عبادة ولا ساجدة عابدة لا 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 سماها اسما يليق بأنوثتها وجمالها مسبكي عاصية قال بل أنت جميلة بل أنت جميلة وسمى بني مغوية سماهم بني رشدة هم كانوا بني مغوية سماهم بني رشدة وهذا ذوق في اختيار تغيير هم يفرحوا يقول مغير للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني يرتفع وينقي لغة التخاطب ويرفع ذائقة الجمال فيها عليه الصلاة والسلام وأيضا كان من ذوقه صلى الله عليه وسلم مراعاة الأحاسيس والمشاعر وهذه المشاعر والأحاسيس تتفاوت بين الناس فمثلا يزيد من الاحتشام عند الحيي عند الحيي يزيد يعني الاحتشام أكثر ما لا يحتشم عند غيره حتى لا يحرج أو يستحي مثال ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجع على فراشه لابس مرط عائشة المرط يعني كساء من خز أو صوف وكان يؤتزر به وتتلفع به المرأة فكان عليه الصلاة والسلام يعني كان لابس مرط عائشة على فراشه واستأذنه أبو بكر فدخل فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته طيب ثم انصرف ثم استأذن عمر فآذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته طيب فلما انصرف عمر استأذن عثمان فجلس النبي وسوى ثيابه وجلسته وخذ الموقف أكثر جد وقال لعائشة اجمعي ثيابك اجمع البيت ونظمي فقضى إليه حاجته ثم انصرف عائشة يعني لفت انتباه هذا التغير فقالت يا رسول الله ما لي أراك فزعت يعني يعني لدخول عثمان لم أراك تفزع لم أراك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان فقال صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي يتحشم قجول وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال يعني وقد راحتي أن لا يبلغ إلي في حاجته فيخجل وقل لي جينزور فيك ولا أي حاجة فعليه صلى الله عليه وسلم كان يراعي من ذلك أيضا في مراعاة عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو موسى الأشعري أنه طلب النبي عليه الصلاة والسلام فوجده فإذا هو جالس على بئر أريس بئر أريس الذي كان استقى منها النبي صلى الله عليه وسلم له الماء كان يبحث أبو موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام فوجده على البئر أريس وتوسط قفها يعني قف البئر هو الدكة التي تجعل حواليها طيب وكشف عن ساقه عليه الصلاة والسلام ودلاهما البئر جالس في البئر ومدل لساقه فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في وجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم في القف ودل رجليه في البئر كما صنع عليه الصلاة والسلام ثم جاء عمر فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره عن القف ودل رجليه في البئر ثم جاء عثمان فلما دخل غط النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه فوجد عثمان القف قد ملئ مش قادر واني قام عز فجلس وجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشق الأخر يعني أبو بكر هنا وعمر هنا لكن عثمان ملقش من يجاب سحي ملقش من يجاب للنبي فالنبي غطى ساقيه وغطى ركبتيه وهذا مرعاة لأحاسيس ومشاعر وشدة حياء عثمان رضي الله عنه ولذلك ثابت أنه قال أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة بل عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بهذا الذوق الرفيع وكان يربي أصحابه على مراعاة الذوق في السلوك والتعامل أيضا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي على الصلاة والسلام دخل مسجدهم وفي يده عرجون عرجون نخل يعني فيه العرجون النخل اللي هو نظف به طيب طيب فلما دخر رأى نخامة في قبلة المسجد رأى نخامة واحد تنخم عشاكم يعني عشا السامعين في جهة القبلة فغضب عليه الصلاة والسلام وظهر ذلك على وجهه وأنكر ذلك وحكها بالعرجون الذي بيده هو قاعد يحك فيها بالعرجون ثم قال أروني عبيرا يعني يجبوني عبير اللي هو عطر حاجة مزيل أي حاجة تحولها الرايحة بعد ما دلكها لكن ما زالت الرايحة تب بيك يقولوا صابون حاجة منظفة قال أروني عبيرا فقام فتن من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق طيب في في راحتيه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعلها على رأس العرجون ولطخا بها على أثر النخام هذه فيها تربية للمجتمع تربية للمجتمع لهذه الذوقيات الجميلة وإزالة يعني ما يشوه جماليات الحياة ولذلك أزال هو بنفسه النخامة ووضع العطر مكانها عليه الصلاة والسلام كأنما يريد أن يمحو أثرها ويمحو ذكرها أيضا لأن فعل ما لا يريد ولذلك تلاحظ بعض الناس يعني لما يحتاج إلى كذا تجدهم حشاكم يتنخم ويبسق يمين وينفض خشمنين يقول قنبلة من قرب على الله يبتشقي على روحك قل عفو قل له من فضلك سامحوني يا جماعة خد من أديل عد في تريكين وهكذا بل كان من رعايته للذوق إنه كان ينهى عن الجشاء في المجالس كما قال ذاك الرجل كف عنا جشاءك ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه تجشأ رجل يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال كف عنا جشاءك كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني في جامعة صغيرة يعني كف عنا جشاءك يعني هذا أمر مخاطب من 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 الكف بمعنى الصرف والدفع يعني حتى في رواية يعني أقصر من جشائك يعني أقصر من جشاء جشاء بضم بضم الجيم وممدودا يعني وفيه النهي عن يعني عن الشبع لأن الشبع يخلي الإنسان يتجشأ التجشع شنه هو يعني خروج الصوت بصوت مرتفع يعني ساموا فينا إحنا إيش يتقرع أشككم يعني يكون بحضرة الآخرين يعني مرة يتأذوا من رائحته وهذا يتأكد تتأكد هو ليس محرما لكن لكن منافل للأدب لأنه مرات واحد يغلب الجشاء لكن هو منافل للأدب لأن الآخرين يتأذون من هذا الصوت ومن الرائحة قال سلم يكون عند السم يا أبويا ومكثر لها القنابل والبقوليات معناه الحكاية قربيع فيستهجل ويسترذل طبعا يستهجل ويسترذل ممن يتعمده أو يتسهل فيه فالأولى كفة عنه يعني أكتم قدرا مستطاع جشاءك تضع يدك تضع من دين يعني وهكذا إذا كنت بحضرة الآخرين بالذات ومام الناس حتى في كتاب لزكريا الأنصاري كتاب أسنى المطالب في فقه الشافع يقول في قوله عليه الصلاة والسلام فإن تثائب سن له أن يغطي فاه بيده يقول ابن الملقل وغيره والظاهر أنها اليسرع يعني يضع يتثائب لأنها ما يكونش باليوم ليكون باليسرع لأنه لتنحية الأذى وقالوا ألحق به التجش التجش وقلنا خروج الصوت من أثر الطعام فهنا يعني هذا تعليم الناس الذوق لأن العرب لم يكن أهل حضارة تعلمهم الذوقيات في مجالسهم بل هو نهى عن فغري الفم عند التثائب يعني الإنسان لما يتثائب يقول يفتح في قلبه وفا وليه بعض الناس يفتح في فم الدنيا واش يقعد بشع مودق أنتخذ الصورة تقول يا أخي يعني كان يقول عن المتثائب غلبه يعني التثائب فليكذب ما استطاع فليكذب ما استطاع وأمره بتغطية وجهه عند العطاس لما لما تعطس حط يدك حط منديل حتى لا يخرج الرذاذ من فم العاطس على من حوله بل كان ينهى عن النفخ في الإناء عليه الصلاة والسلام والشراب لماذا لا أول شيء كانت الآن مشتركة كانت الآن مشتركة فإذا نفخ يعني يعني تعذى غيره وهذا من التربية الذوقية بل أيضا كان عليه الصلاة والسلام من التربية الذوقية يأمر بحسن الهيئة في المجامع العامة ومنها يوم الجمعة ولذلك أمر بالاغتسال يوم الجمعة وأن يمس الرجل من الطيب فيشهد اجتماع الجمعة نظيف البدن والملبس وزكي الرائحة فقال عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته يعني كان الطيب عام لأنه في طيب للرجال وطيب للنساء إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغوا عند الموعظة كان كفارة لما بينهما ومن لغى وتخط رقاب الناس كانت له ظهرا يعني في الأجر مريع ذمته لاحظ الآن هذا تربية على الذوق أنك أنت تأتي مجامع الناس وما تأذيهم مش بالتخطي وتقطع فرقاب مش توصل هذه من التربية على الذوقيات الجميلة في السلوك اللي كانت البيئة العربية تتجاوزها لأنه كان يغلب عليها يعني نوع من الفقر والغلظة والجفاف والجفاء فكان عليه الصلاة والسلام يعيد تأهيل الذوق العام هو بممارسته هو عليه الصلاة والسلام تأهيل للذوق العام ويراعي جماليات الحياة جماليات وآداب السلوك واللياقة والرقي في التعامل بهذا الأدب الرفيع والذوق العام تتلاحظ أنه حديثنا عن الذوق يتلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راقيا غاية الرقي ومهذبا غاية التهذيب في الذوق صلى الله عليه وسلم وإذن كان أنيقا في ملبسه وعطرا في رائحته أروا الملبس وحسن السمت من هدي النبي على الصلاة والسلام أنا ما جيب هركة بتاع نوم وجيبها يعني مراتي بعض الناس يصلي بالناس إمام جيب هركة ومكرمشا إيك وبعضهم متزرطة مش يعني مش فاط يا أخي أمام الناس يعني يلبس هدي النبوي ولا في المجامع العامة ما جيب هركة وجاي هكي والله لبس لي شب شب بالجورة بالشخشير ما جيش كلام مناف الذوق فكان أنيقا في ملبسه صلى الله عليه وسلم وعطر روحك جي معطر ومن ذوق أيضا لاحظنا الآن ابتعاد عن الكلمات الخادشة أو الفاحشة ويرعي الشعور الآخرين ما يقول والله اللي في بالي نقولها أنا ما نحس في حد ما بعض الناس يقول لك أنا ما نحس في حد أنت ما تحس شروحك أصلت هذا قلة التربية قلة اتباع إمام البشرية عليه الصلاة وصل كان يبتعد عن الكلمات النبي Sahil والخادشة والفاحشة ولم يؤثر عنه أنه قال كلمة فاحشة ما كان فاحشا ولم متفحشا بل لم يكن لعان عليه الصلاة والسلام واللعن اليوم كيف السلام عليك لعنة الله علي من الله ما يستحق عليك لعان الله أصابك الله بما شوء ها من الم upholdين هذه شوء لغذة شوء هال الاحتدام الحق يا أخي خذ شوية تشغيم وتزيد شوية معاك صب زيت شوية أنت ليش أنت معقد ما تقولي شكي هذه النبي أنت طبعك وذلك التأسي بالنبي حتى في أخلاقها أولى من التأسي في نباسها تول جلبية والثوب والسواك والعود هذا كله بسيط وترفع وإزار والدنيا والشكل والهيئة والطغية بسيط هذا كل محد يحسنه لكن حسن ربي ممدحش النبي في نباسها لم يمدحه في نباسه مدحه في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم ولما سئلت عائشة كان خلقه القرآن ولذلك هذا من الذوق يعني الذوق جاء به القرآن لماذا جاء به القرآن لأنه تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وهكذا فهم عليه بل هو ترجب ذلك وعلمنا ومن ذوق مراعاة المشاعر المرهفة والنفوس الحساسة فيحتشم عند الحي ويراعي حياءه ولتحشم إليه مملايمة كما نقوله نحن وأيضا يصف لحطم في حديث جرير أن يصف أصحابه بالألفاظ الجميلة الرائعة إن فيك خسلتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات الشج بن عبد القيس فقال قال يا رسول الله أهو خلق جبلت اكتسبته أم جبلت عليه قال بل جبلك الله عليه قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ويرضى يمدح فيه يمدح فيه يعني العورات والبحث عن السواءات والبحث عن الأخطاء إن سميناها أخطاء لأن بعض يؤول أنه خطأ خطأ عندك لكنه حقيقة ربما مش خطأ يعني في دائرة اجتهادات ويقول لك هذا خالف السنة وخالف الشريعة وقال يا أقي في النهاية يعني الأمر واسع لماذا نرتقي بهذا الذوق أن نذكر الناس بأوصاف وكان يربي أصحابه على الذوق الاجتماعي يعني ينهى عن كل ما يخالف الذوق العام واحد لبسي شرط وطالع لي به ولبسي كتك يطالع يعني شنو أنت تفرد في عضلاتك ولا أنت عيب منظرك بايخ والناس غير مش قادر لي يكلموك خايفين منك حاصلين فيك يعني حتى اللي يشوف يقول هذا شن ديف روحها والشرطات اللي كل سنة يزيد طلعات فوق طلعات فوق وين ماشيين بين عيب يقي تحشم بصر عورتك الفقد عورة هذا من التصرفات المنافية حتى للرجول يا خي ما هيك التقليد الغرب أنت عندك عندك دين عندك قدوة محمد صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا النظام العام والذوق العام ويراعي جمالية الحياة ورقي الحياة وعدم أذية الناس في السلوك وهذا كله عليه الصلاة والسلام كان يراعيه فما جي تلبسك ولا جي واحد جايني للجامع بتوتا مكي متزرط فيها ولا ممكن بشي بطريقة ولا وتيشرت لا إذا ركع ولا إذا سجد يعني ظهره مكشوف حتى بعض الناس يدخل الأسواق يدخلين جايني من البحر ولا خاشع للسوق منظرة بايخ يا أخي عيب عيب هذا منافعي ما قلت لكش حرام انت بالروحك وش تقول آه الشيخ حرام علينا تي في حاجة اسمها ذوق ذوق يعني توا أنت هل أنت تتصور أنك تطلع بإيزار مغطي سربتك وركبتك وصدرك وظهرك وذرعانك كل العريانات وتقول أنا عورتي مستورة تعرفين عورتك مستورة لكن عقلك وليه مش مستور بالهون نحن نتكلم عن الذوق الآن ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يراعي كل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه كان خلقه القرآن بل أيضا عليه الصلاة والسلام تلاحظ كيف في ذوقه في تطيب النفوس لأن تتوثق الأواصر والروابط في تطيب النفس وتطيب النفوس يعني فنرة لأنه هو مفاتيح مفاتيح القلوب الذوق هو مفتاح القلب لما قال تهاد تحاب مثلا تهاد تحاب ونهى عن رد الهدية أجيب الداعي ولا ترد الهدية كما قال صلى الله عليه وسلم تلاحظ في ذوق في الهدية أو شيء كان يقبل فيها يقبل الهدية ولو كانت شيئا يسيرا شوفوا ذوق مراعاته يقبل الهدية ولو كانت شيئا يسيرا كان يقول لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت سبحان الله ذراع والكراع لأسفل كعب أسفل الكعب لو أهدي إليه ذراع أو كراع لقبلت يقبل وكانت تأتيه الهدية اليسيرة فيقبلها فقد تكون الهدية شربة لبن أو قرص شعير يقبل فيه كان يقبل الهدية من كل أحد وما كان أحد يتهيب أن يهدي له عليه الصلاة والسلام وما كان يترفع على أحد أن يقبل هديته أهدى إليه خياط يعني قرصا من شعير وفيها شوية زيت ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده وأكل من لحم يعني تصدق به على خادمته بريرة لحم جاء لبريرة صدقة فأصبح ملك لبريرة فأكل منه وقال هو لها صدقة ولنا هدية يعني أكل مع بريرة خادمة وهي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويا لله كم لهذه البهجة والسرور في قلب الخادمة بريرة حينما تجد نفسها يعني تهدي هدية للنبي عليه السلام فيقبلها يعني بريرة خادمة جاءتها صدقة أصبحت ملكا لها فأهدت منها للنبي عليه السلام فقال عليه السلام هي لها صدقة ولنا هدية ويأكل لحم مع بريرة ويقول هي لها صدقة ولنا هدية شوف مشاعرها كل ذوق وكان كما يقبل الهدية يكافئ عليها يعني اللي يهدي لا يهدي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيم عليها وأهدى له عربي ناقة فأثاب عليها ستة بكرات يعني ماذا نوق ستة بكرات يعني نوق كبيرة ناقة عطاه ناقة عطاه ستة ردة له وأهدى له ملك أيلة بغلة بيضاء فرد نبس الله صلى الله عليه وسلم له وكسه بردن هنا في تبادل الهدية مكافئة جميل للتواصل وحفاوة والإكرام قبل أن نحاول نستقبل الاتصالات ونحن اليوم يعني طالعين مباشر يقول ما أدري كم مزال من الوقت مخرجنا فهذا كله طبعا من من ذوقه عليه الصلاة والسلام وكان يقبل الهدية من المسلم ومن غير المسلم عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية من المسلم ومن غير المسلم فقد قبل هدية المقوقص عظيم القبل وكأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا اسمه دلدل ويقال له عفير وبغلة دلدل إنما أهدى له حمارا اسمه عفير وجاريتين هما ماريا والسيرين وقبل هدية ملك أيلة يحنى بن رؤية كانت بغلة بيضاء وقبل هدية أكيدر أكيدر دومة الجندل كان قبل منه هدية وكانت حلة مقفوفة بالذهب وعندما افتتع خيبر أهدت له يهودية شاة مشوية فقبلها عليه الصلاة والسلام من سنة عندنا خمس دقائق نحاول نستقبل هذه الاتصالات ياريت الطل الرقم بحيث الناس يعني يتواصلوا يقول يقول السلام عليكم دكتور يقول هم شيء بارك الله فيك على البرنامج هم شيء الذوق وهناك من يشتم الناس على الهواء مباشرة ويدعون الدين والأخلاق عنده دين لا عنده أخلاق وحد يدير مكالمة يقول يسب هذا واحد مش مترب وضع ما تقوم في كل مكان يعني ربي خالق خالق الناس أصناف وكل واحد والبيئة وبيتيتة ودينة لفهم الدين هو أغر سب وشتم ويا عدو والله لعنة الله عليك وعليك من الضائم ما تستحق ودخل مكالمة سبك وطلعك أنك من أهل النار وأنك أنت يعني إنسان غريب وانت من بني آدم تغضب الناس يعني مرضى وبعض بعضهم عنصريين وبعضهم معقدين طيب يقول 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 هنا سؤالي هل الطلاق يقع بسبب ونحن لنا يد في خراب حوشنا ولا هو يكون قضى وقدر مهما صار يغلب القدر كيف يعني ودوك شروحك فق الله صفحة تعالى أعطى الإنسان إيش الإرادة الحرة الإرادة الحرة لما تتزوج عد تتزوج لما طلقت قدر وقضاء ما تتزوج بقضاء وقدر وطلقت بقضاء وقدر يعني ليش ليش تسألوا على القدر دائما في الأشياء السلبية والأشياء الله أعطاك الخيارات أعطاك الإرادة الحرة والعقل وتحسن اختيارك وبين لك مآل كل اختيار ولا فالإنسان يعني على نفسه بصيرة والإنسان مرهون بأعماله وهو أسير وأعماله وأيضا مؤاخذ بهذه الأعمال فاختيارك للشيء السيء ابحث على الأسباب التي جعلتك تقترصية في حالة غضب في حالة قرار غير رشيد في حالة مثلا أنت ما حسبتش كويس لا نفعل أشياء يعني كأننا نحن يعني سلبنا الإرادة وأصبح الأمر جبريا لا الإنسان رو مسؤول على اختيارات طب يقول من الناس ما يسألهم ذوق بالكلية فتجد يغلق الطريق بسيارتي صح بتكي على قهوة لقيم درس ولما جي علي سار يقول لك وينظر إليك شزرة طبعا مريات السود يقول لك أنت والله كأنك واسع الدنيا يغلق السيارات ويتحدث مع واحد في منتصف ولما يتلاقوا مع بعضهم يحكوا خاصة شبيب ربي يهديهم ويصلحا تماموا ويعطلوا في الناس والله واحد من الذوق يلعب بالتلفون ويسوق في السيارة فالسيارة كنت بطيئة والناس بيبولة ومرتمن إيمين ويصار إلى آخره أو يترك السيارة في منتصف الطريق ليلحق بالجماعة صلاة الجماعة ويحط العائلة ويعدي يصلي ويعلق خمسة الصلاة ويطلع يجري ليش يا أخي رأى مراعاة للناس وحرمهم ومراعاة مشاعرهم هذا من الدين رأى النفس اللي قال لك صلي جماعة قال لك احترم الناس ونحن كنا نتحدث عن ذوق النبي صلى الله عليه وسلم واحترام دي مشاعر الآخرين يقول هل يعتبر عدم رد الأذى عن النفس من الذوق أم أنه الذل لا لا لم يشك الذل الذل هو انكسار وخوف لكن أنت قادر أنك ترد فأنت ماشي وأعرض عن الجاهلين أعرض عن الجاهلين خاصة في مجتمع غالي علي السب العركة فوت حتى في الفيس ربي خلق الحذر والحذف آه نقوله لك ما تتعبش رأيك تناقش واحد يعني معاند قليل التربية لا تناقش أحس قليل التربية فوت وكانوا من القريب همشة ما تكرهش حاولش تكره همش قلل من رتبته لديك إلا إذا كان هو يبي يفعل طيب يقول جبر الله خواطركم حتى تفيض قلوبكم قلوبكم فرحا وسرورا وطمأنينة ثم يرزقكم ربي شكرا لعمتي تحية لكم جميع قناة التناصر برك الله فيك أيها المرسل أعتقد أن الوقت تم دخل علي المخرج وهو شاهر سيفه ويهددني بالخروج فما علي إلا الاستسلام والخروج ويا ويحي إلا بأفعل حتى ألتقيكم إن شاء الله الحلقة القادمة أستطيعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي فأقبل نحو رضوان المقيم وفوز في غد لا شك آتي اشتركوا في القناة